من اتحاد جدة اللي بيسعى مع تعاقد مع تير شتيجن طبعا حارس المرمى العملاق لفريق برشلونا النهاردة كشف التقارير ان نادي اتحاد جدة بيجهز عرض قوي جدا للتوقيع مع الالماني تير شتيجن حارس برشلونا لانضمامه للصيف المقبل التقارير الاسبانية قالت ان اتحاد جدة حيتقدم بالفعل بعرض تير شتيجن بمجرد انتهاء الموسم الحالي مشير ان رامون بلايز المدير الفني طبعا للاتحاد بيعرف تير شتيجن معرفة جيدة من فترة عمله مع برشلونا ولا يشك في ان الحارس المثالي للنادي السعودي هو تير شتيجن كمان اشرب بن عبادة المراسل بين سبورت في فبراير الماضي المح ان تير شتيجن بيحظى باهتمام كبير جدا جدا من فرق سعودية كمان تحدث فبريزي ورمانده طبعا عن اهتمام نادي الاتحاد السعودي بحارس برشلونا لجانب طبعا نجوم كثيرين جدا جدا زي كيفين دي بروين ومحمد صلاح وفي الوقت نفسه صحيفة موندو دي بورتيبو الاسبانية في مصدر في الاتحاد السعودي قال ان تير شتيجن هدف واضح جدا لفريق الاتحاد وسنحاول اقناعه بالقدوم الى الدوري السعودي وزي ما حضراتك عارفين تير شتيجن يمكن كان نوقع عقد جديد مع برشلونا في اغسطس الماضي ويمتد هذا التعاقد لعشرين تمانية وعشرين بدأ من الان الموسم الانتقالات والقيل والقال على مستوى الدوري السعودي هنشوف في الايام اللي جاية يمكن كمان اخبار كبيرة جدا جدا عن يمكن اهتمام الاندياة السعودية بالتعاقد مع نجوم العالم الكبار وطبعا على رأسهم محمد صلاح طيب دي كانت اخبارنا تعالوا كمان نشوف سريعا مع حضراتكو